هذا السائل يقول يا شيخ رجل دخل في غيبوبة في اليوم السادس من رمضان الماضي واستمرت الغيبوبة عدة أيام ثم توفي فماذا يلزم ورثته الصوم أو الإطعام عنه لا يلزمهم شيء من صوم ولا إطعام ولا قضاء أحد منهم وإنما هو الله سبحانه وتعالى يقول فمن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر عدة من أيام أخر يستطيع فيها أن يصوم ما فاته من صيام وكان سبيل قضاء وهو في الواقع حاسب السؤال توفي في رمضان نفسه فإذا ليس عليه شيء فيما يتعلق بوقت مرضه وعدم صومه في ذلك الوقت